مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله تكونوا في صحة وخير وغافية كيفما تعرفوا تواب ديت الناس الكل في تحذيرات رمضان ان شاء الله يجينا بالخير وبالصحة يا ربي اليوم ما قلت عليش ليه ان شارككم الطريقة متاعي كيفاش نعمل الملسوقة الدياري ملسوقة متاعي للتونسية ملسوقة الزمنية كيفاش نعملها في الدار طريقة سهلة وبسيتة وبش نبسط هيلكم نوريكم الي راهي طريقة سهلة وبالحق شوفوا ورقة الملسوقة كيفاش تجينا خفيفة وناشحة راهي الطريقة هذي مليون بالمية انا جربت باشا طرق اخرين لكن هذي احسن طريقة عندي كيفاش نعمل الملسوقة كيفما قلت لكم على الطريقة الزمنية التقليدية متاعنا كيفما نعرفوا الملسوقة متاعنا التونسية المقادير رهم سهلين بساط ما فيهم حتى شيء انا الملسوقة نخدمها ديما بالسميد ما نحبهش للملسوقة متاعرفي لنا بصراحة ما تعجبنيش خذيت الهني كيفما تشوفوا راي كونتيتي صغيرة انا جست حابيت نوريكم كيفاش نص فرطة لذيك السميد خذيت عليهم غرفة صغيرة متاع ملح ردو بيكم اتملحوا العجينة برشا وباش اللمها عادي بالماده فيه كيفما نعملوا للملاوي بالضبط من بعدك حتيتها الهني عرخامة كيفما تشوفوا وباش نعجنها مليح كيما طريقة الملاوي بالضبط معناها العجينة ما تكون شيبسة وما تكون شطرية على الاخر على الاخر المهم نقعد نعجن فيها مليح 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 حتى لين معاش تقطع العجينة تحت يدية تولي ليس كيفما تشوفوها كيكا ومن بعد باش نحطها في الصحفة ونغطيها ونخليها ترتاح ما بين نص ساعة أو ساعة يلزم العجينة نرطحوها توا بعد ما ارتحت الهني انا رتحتها ساعة جبتها وباش نبقى نزيد في الماء هكيكا وشوفوا الطريقة ركزوا فيها معناها مغير حتى ما نتكلم صدقون انك تتفرجوا في الفيديو اكاها وباش تشوفوا الطريقة واضحة على الاخر لاني نقعد نزيد في الماء باش شوية ونعجن فيها كيكا ونحل فيها بسوي بعيد ريتوها كيفاش تواوليت لهنا لانك تحسوها انتو ما كيباش تخدموها بيديكم باش حسوها اللي هي مفتفة وما هيش ملومة ما بعضها نقعد ودي ما نزيدو في الماء ونخدمو فيها الطريقة كيفاش نخدموها ان احنا كيفاش ندخلو هكيكا يدنا تحت العجينة ونبدأ ونهزو فيها هكيكا بسبب احنا تقولش علينا احنا نضربو فيها كيما عجينة الفطير بالضبط نقعد نزيد هكيكا شوفوا الطريقة معناها غير ما نتكلم كيف ما قلت لكم الطريقة واضحة بالفيديو واضح فيها كل شي نقعد هكيكا نهز فيها هكيكا وكل مرة كل ما نحسها اللي هي راه يناقصها ماء شربت خطر كما تعرفوا سميد راه ويشرب الماء نزيدها انا شوية ماء ردو بالكم الماء ديو برشارة وجوز نهزها بيدي شوية ونحط فوق العجينة اكهاو انا هذي احسن طريقة تعجبني في الملسوقة جربت الطرق الاخري اللي نشوفوا فاهم هذوكم اللي يخدموها بالبنسو وإلا بالفارينة صدقوني عمرها ما كانت هذيكا ملسوقة قلت عليش لي نشارك معكم الطريقة هذي بسرتو الخويتنا اللي في الغربة بالحق يبدوا يشتهوا فيها راو سهلة ما فيها حتى شي جوز شوية وقت شوية وسع بالاكهاو اما من بعد تلقى روحك عاملة كونتيتي كبيرة تشوفوا انا نصفر طل هذيكا سميد عملي كونتيتي باها ولا النساء اللي يحبوا ياخد مزادة من ديارهم عليش لي قولهم راهوا بتشجعوا وعملوها بالحق صدقوني راهي معناها ما تتكلفش وراهي فيها برشة فلوس فيها فيها فما فلوس على قلت نطر مصروفك شفتوا الهني كيفاش ينهز في العجينة وبيقي تتقطع هذيكا راهي مزادة العجينة المتاعي تحب خدمة اكثر يجزم المهم انه كيفاش نعرف اللي العجينة المتاعي راهي سايتة ونجم نخدم بها يجزم كيف نهزها هيكا بيدي ونطلحها الفوق مليه ما تتقطع عاش تقعد شادة في بعضها خطر الجلوتين متاع سميد بشي يخدم وتولي هي كلا ستيك معناها تتمغط معادش تتقطع جملة شوفوا الطريقة كيفاش من غير الرب ما نقعد نحكي برشة راهوا بصدقوني ظاهرة واضحة على الاخر نقعد هكي كنهز فيها العجينة وتقولش علي نظرف فيها ريتو كيفاش كيف نهزها بقي تتقطع يلزم انا كيف نهزها تركح في يدي وما تتنحاش متاحش من يدي يلزمها انا كملت خدمتها سياريتو كيفاش نقسم فيها عيكا ما تتقطعش وليزم كنحطها هيكا في اطراف السوبي هي متاحش من يدي القلية بتبيعة بشن يزم قلية راهي متينة وحاجة اخرى نحب نقوله لكم ردوا بلكم تدهنوا القلية متاعكم بالزيت قبل ما تعمل المرسوقة على خاطر راهي من بعد المرسوقة كيف تبرد راهي بش تتفتفت ردوا بلكم الاهم حاجة لهنا يزم القلية متاعكم تكون متينة ومتكون متلى الساقش وانا راهي ما هي شقوية وما هي جديدة راهي ازم تكون ضعيفة ضعيفة على الاخر نخلي القلية تسخن مليح مليح ومن بعدك نخدموها كيكا المرسوقة كيف ما شفتوا الطريقة هيديكا بضبط متخافوش ومتتحرقوش على خاطر يديكم بالعجينة معنايا مش بش تحسوا السخنة متاع القلية جملة فيسع نزربو على خاطر اذا كين انتي بش تقع تخدم فيها بشوية راهي القلية سخونة وفيسع المرسوقة راهي تتبرا هي متخوش وقت مين باك نشوفوا الاحراف متاحها بديو يطلع الفوق راهي هي طابت انا نحيها وديجا شفتوا كيفيش في الفيديو نوري فيكم اللي راهي فيسع تتنحى ما تلسقش في القلية جملة انا نخدمها ديركتا على الجهاز هكا كيفيش هزيتها سهلة تتهزم عايا فاسيلا لا تتلسق في قلية لحتى شيء اما المهم نيسانسي اللي نأكد عليكم ونعاود انها القلية متاعكم تكون رزينة متينة بش ما تتحرقش معناها الملسوقة متاعكم واخد مو فيسع بسرعة معنايا كيف ميسايلش انتي اتقاكم ازيل طوال وقت نجم منطوى تتجربها جرب كونتيتي صغيرة مهيش حاجة كبيرة وتوطيخوا عليها يدك راهي صحيح مش بش تنجح معاك المرة الاولى اما رايي بش تنجح من معاك من بعد دي جا انا معناها ميش راني معناها طولت نعرفها الحكاية هذي تعلمتها بشوية بشوية اقعت هكيك نعاود فيها بشوية نجحت معايا مرة الاولى صحيح هكيك تعبتني شوية من بعديك راني دي ما انا الملسوقة نعملها في الدار منشي هي الجملة وكيف ما نقول لكم راهي اللي تحب تخدم سلطولي تحب تعاون روحها في رمضان تاوى راهي فرصة انك تتعلم كيفاش تعمل الملسوقة دياري وراهي الكونتيتي هذي كمتعانو صفر طال تعمل لك كونتيتي كبيرة نجم تخدم انتي مثال مكش تبيع بش تعملها لدارك اخدم كونتيتي في اول رمضان وخبيها من بعدك في الفريقو وتقعد كل مرة تجبت بشوية بشوية واتاو نوريكم ديجا كيفاش طريقة التخزين متاحة كيفاش تخبيوها في الفريقو وتقعد لك شهر كامل صدقوني انا مجربتها تقعد شهر كامل تتعب صحيح في نهار واحد اما من بعد تلقى روحك شهر كامل وانتي مرتاحة ان شاء الله يكوني عجبتكم الطريقة كيفاش اخدمتها واتبعوها وصدقوني راهي نجحة مليون بالمية منجيب لكم مش حاجة اللي انا نقول معناها شي كافيها وماهيش نجحة هذي حاجة من حاجات اللي باش نحضروها من رمضان ان شاء الله تحذيرات رمضان بتاعنا مزلت عنا برشة تحذيرات الرمضان اخرين برشة حاجات في الصالة وبرشة حاجات في السكرية ان شاء الله نشاركها معاكم وان شاء الله يكون فيديوهيتي يعجبوكم والوصفات اللي نقدم فيهم زيدا يعجبوكم لهناي حابيتو نوريكم كيفاش الملسوقة متاعنا احي كاريتوها كيفاش اللونة متاحها دوري وطوما بقالي كان نقول لكم بسلام وفيلامين نتلقاوه في فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة